اليوم الأستاذ إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم كان موجود في القصين وتم دعوتهم اليوم لمناسبة خاصة عند عضو شرف البارز من هذه التعاون عبد العيزي الحميد عمو نسمينا سويلم العنزي التقى مع الأستاذ إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح معا ملفات شوية ملفات مهمة خنس مع التصريح بسم الله الرحمن الرحيم طبعا من البداية شكرا لحضوركم وكل عامونتو بخير والمشاهدين إن شاء الله طبعا نتقدم بالشكر للأستاذ العزيز أبل عزيز الحميد على هذه الدعوة اللي ما هي بغريبة عليه دائما في جميع المناسبات الكروية يكون له حضور ويكون له تواجد مع الوفود وصراحة وهذا شيء غير مستغرب منه اليوم نرى الوفودة الآسيوية كلها تجتمع في مكان واحد في المتواجدة الوفود المتواجدة في منطقة القصيم متواجدة في مكان واحد طبعا هذه الاستضافة والله الحمد يعني حتى الآن بعد إقامة أربع جولات اللهم لك الحمد يعني تسير في طريق صحيح بنجاح اللهم لك الحمد بإشادة أيضا من الاتحاد الآسيوي بإشادة من الوفود وهذا يعني خلنا نقول غير مستغرب على المملكة العربية السعودية يعني فدائما ما تستضيف المملكة العربية السعودية يعني أكبر الأحداث سواء الرياضية أو غيرها طبعا من الخمس مجموعات اللي في غرب القارة يتأهل الخمس أوائل بالإضافة إلى أفضل ثلاث ثواني في حال التساوي في النقاط طبعا يتم اللجوء إلى فرق الأهداف طيب هل المملكة راح تستضيف الأدوار الإقصائية عشرين واثين وعشرين ممكن لسه الحديث شوي مبكر لأن الأدوار الإقصائية إن شاء الله بتكون في بداية سنة الثلاثة وعشرين يعني بتكون في يناير وفبراير فلسه الحديث عنها مبكر لكن إن شاء الله إذا قرب وقتها توضح الصورة بإذن الله الفيفا سمح بخصوص اللعيب الأوكرانيين أنهم سمح لهم بالتسديل هل في أندي أطلبت تسديل؟ طبعا ما في أندي أطلبت لكن هذا ما في أندي أطلبت قبل الموعد المحدد لأن الموعد انتهى يعني الفيفا لما أعطى المساحة للأندي حول العالم باستقطاب اللاعبين من الدوري الأوكراني سواء بجنسيات أوكرانية أو جنسيات مختلفة كان إلى تاريخ معين لكن انتهى هذا الحد كان بتاريخ 7 أبريل على ما أعتقد فيها حديثة بخصوص تجنيس اللاعب ربارين هو لاعب هذا التحال الحديث هي مجرد أحاديث أعلامية ثق تماما أن أي لاعب تنطبق عليه الاشتراطات الداخلية والخارجية وسيخدم المنتخبات سيتم إن شاء الله الاستعانة في مثل ما تم الاستعانة في بعض اللاعبين لكن هناك اشتراطات داخلية وخارجية لا بد أنها تنطبق على اللاعب قبل التطرق إلى موضوع تجنيسه من عدمه يعني لما نشاهد أداء المنتخب في تصفيات كأس العالم ما هو إلا انعكاس لأداء اللاعب السعودي مع ناديه اليوم نشاهد أنديتنا وهي تلعب في دوري أبطال آسيا بعدد لأجانب أقل من العدد اللي يلعبون فيه في الدوري ومع ذلك يقدمون مستويات كبيرة جدا اليوم نتحدث بعد انتهاء الجولة الرابعة ثلاث أندية متصدرة ونادي وصيف فهذا دليل على المكانة اللي وصلت لها كرة القدم السعودية كأس الملك حددوا متى راح يكون كأس الملك إن شاء الله بيكون في خلنا نقول في الثلثة الأخير من شهر مئي إن شاء الله شكرا